اشتركوا في القناة الكتاب في الخزانة الثاني انكسر المصباح الثالث فازت المدرسة في السباق الرابع سقطت العجلة في النهر الخامس وقعت الكرة في الحديقة لنأتي إلى البحث إذا لاحظنا الكلمات التي في أولها الألف واللام في هذه الأمثلة وجدناها تدل على شيء معين معروف لنا فهي إذن معارف فالكتاب والخزانة مثلا لا يراد بهما أي كتاب أو أي خزانة وإنما يقصد بهما كتاب خاص وخزانة خاصة معلومة للسامع وكذلك يقال في بقية الأسماء التي دخلت عليها الألف واللام في هذه الأمثلة وفي غيرها إذن نأتي إلى القاعدة ونقول إذا دخلت الألف واللام على اسم نكرة جعلته ما عرفه هكذا ننتهي بهذا الدرس ونصلي ونصلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى درس آخرة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر